قدم صباح اليوم ممثل العاملين بقناة إلكترون تيفي مؤتمرا صحفيا أشار فيه إلى أن العاملين بالقسم الفني قد توقفوا عن العمل وذلك بسبب تأخير دفع الرواتب والمستحقات الاجتماعية على الرغم من عقد عدد من اللقاءات مع الإدارين بالقناة لمناقشة مشاكل العاملين وقضاياهم إلا أن هذه اللقاءات لم تأتي بنتائج فعالة حتى الآن وقد حضر المؤتمر الصحفي عدد من وسائل الإعلام الخاصة والعامة بهذا الخبر أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية النشرة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء تصبحون على الفخير